كأن الشعب العراقي لم تكفيه الأزمات المتتالية حتى جاءته أزمة المواد الغدائية الفاسدة التي باتت تغز الأسواق وتتسبب بحالة تسمم كثيرة في أموم البلاد خبراء اقتصاديون أكدوا أن الأسواق العراقية أصبحت مفتوحة تعج بأنواع السلع والمنتجات المستوردة من الخارج التي لا يعرف عنها شيء سوى الأسماء التجارية لها كما تدفقت كميات كبيرة من السلع الرديئة وتم تسجيل ارتفاع في حالات الغش الصناعي والتجاري من خلال تقليد العلامات التجارية أو تسويق سلع ذات مكونات تختلف عن المادة المثبتة على العبواء والغلاف لجنة الزراعة النيابية أكدت أن دخول العديد من المواد الغدائية والمنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية من المنافذ الحدودية بدون إجازات استراد أمر لا يخدم تشجيع المنتج المحلي ويؤدي إلى كساده خاصة وأن بعضها تكون أقل سعرا وجودة نتيجة لعمليات التهريب بشكل خاص وفي ظل عدم التطبيق الفعلي لقانون حماية المستهلك بدأت المواد الفاسدة تزداد في الأسواق وتباع بطريقة توحي بأن أجهزة الرقابة غائبة تماما كما أن مراكز تحليل هذه المواد تعطي نتائج إيجابية للحصول على رشاوة في ظل الفساد الإداري خبراء في الصحة كشفوا أن الخطر لا يقتصر على المواد الفاسدة التي تتسبب بحالات تسمم مختلفة وإنما يتعداه إلى المواد الغذائية المعلبة لأن أثارها المرضية تخرج بعد فترة طويلة وتسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان بأنواعه ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو الذي يدفعهم إلى شراء المواد الغذائية الرديئة والمصنعة بطرق غير صحية أي أن العراقيين أصبحوا ضحية الفساد والفقر